نحن ريتو الاكتوليتي بعد ساعات مختلفة نجم تعدم الكوفيد للسياحة للبنوات بيبلي سيتير المرة هذي مش نرجعه للمجلس النواب معلي صار البارح معنا سي صالح شعيب نائب سابق كان ذهلي فتاكتل وبعضيش استقال اللي قرر بيش يقوم بدعوة قضائية ضد مجلس نواب الشعب بعد رفع صورة محمد مرسي أهلا بيك سي صالح شكرا لك مرحبا بيك انت زادا عليش قررت بيش تقوم بدعوة قضائية ضد المجلس خطر ترفعت صورة محمد مرسي وما خممتش قبل بعض الشي اللي شفنيه والتهور والتصاور والناس تبعث في شعارات وناس تحط في تصاور زادا على أتوريا ترافير ناس اعتصمت عليش مثلا ما قدمت شكوى وقتي هما اذا اوكيبي المجلس عطينا اكثر توضيحات عليش المرهبية قلت يلزم قدم قضائيا او الباب انا عضو مجلس الوطني التأسيسي وكلمة سابقا ما تتبقش علينا لخطر المجلس الوطني التأسيسي ما يقعد هو حتى يأتي مجلس الوطني التأسيسي اخر انت تتمنى جين مجلس الوطني التأسيسي اخر ولهذا هذه الصيفة الصيفة امتعى مؤقت حتى في الدول الاخرى ما قلتش مؤقت قلت سابق شابق كيف كيف بنائب سابق ما قلتش ما انا ما يسترسيش تقعد مدى الحياة اخوي على رأس وليك نايس يا سلام هذا من ناحية من ناحية اخرى باني انا قبل كل شيء مناضر من الستينات معنيش من الثوار بعد الثورة أنا أستاذ أنا مربي في السؤال الاقتصادية والتصرف من مؤسسين الرائطة عن طوال إنسان كذلك من مؤسسين حركة ديمقراطين الشركيين من مجلس أهل الخريات كنت ناشت في الاتهد العام لطلبتي تونس تمنظمت من العفو الدولي دوك خمت بالشك وبش تعرفنا أكثر على روحك سي صالح لا 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 مش هذا هذا يحس في نفسي بعد المدة الطويلة هذية من الندلات باش بلادنا توصل الدرجة هذية بالتاني دي قلت عليه اشتوق لأن الكاس فارض بعدش يحتمل حتى شيء ونشوفه كيفاش في ناج برقيبة سابقا سابقا ناج ترفع الشعارات الرابعة ثم موتوا بسنت بكل الشعارات الفارغة ثم اليوم نلقاه في المجلس النواب اللي هم انتخابهم من الشعب يرفعوا يصور رئيس مصر السابقا فانت في ذكرى وفاته هو توفى عنده عام مهما يكون مهما يكون هذا التحدي على السيادة الوطنية وبالتالي انا اتسأل مشكنان علاش كل الالاميين وعلاش الشعب بتوصل كل مصارش وهذه قضية قضية مش شخصية هي قضية وطنية تتصور فانت ولينا نرفو في في نجس النواب هو يمثل السيادة الوطنية مهما يشيء بكر أو شيء حزن فانت اعطيني بلاد من بلدان فلانا اجمعي يرفو السور انت رئيس اجنبي هو هو الاشكال تعتبر انت سي صالح في رفع صورة رئيس اجنبي مش مش بالذات محمد مرسي مش خطره هو معناها ينتمي لطيار سياسي كان ينتمي مهما يكون مهما يكون معناها سور البرنسيب انت سور البرنسيب لعمره ما يصير باش تجي تهز مهما هذاء الولاء للخارج والولاء الخارج فانت يعاقب عليه الدستور ويعاقب عليه كذلك القانون الاعزاب فانت المرسوم المتعلق بالاعزاب اللي يعاقب كل انسان هو عند ولاء الخارج وبالتالي فانت الناس هذو ما اداه قسم قالوا احنا مش نكونوا في خدمة الوطن انت خدمة الوطن متولي تدافع على رئيس اجنبي وتحمل شعارات انت قوة اجنبية هذا يلزني باش نشوف الناس هذو ما القوة امتاها منين جات منين جات هي كل هذه القوة امتاها من جات من المال الخارجي هين هي البنك المركزي هين هي الهيئة مقاومة الفساد هين المحاسبة هذية الناس تصرف من الاردوات والناس ولات فمتا مش قوية بشعبيتها راهي القوة امتاها متأتية من التمويل الخارجي ما معنى ذلك انتهز شعار الرابع ما معنى ذلك انتهز تصوير انت رئيس اجنبي هذا يدل دلالة واضحة لانك انت عندك علاقات خارجية ثم انت رئيس انت عيئة دستورية عيئة تشريعية تقاطر المجلس وتمشي تزور البرد اجنبي ومنك تعطيه اخبار انت شو اسقها تصايف المجلس هذا الشي لا ارتاق مش كان انا انا الوطنية انتاها بصيفتي استاذ بصيفتي مربك بصيفتي موطني بصيفتي ملاظل لا اتحمل هذا الشي هذا كيفاش بلادنا تغرق كيفاش بلادنا قاعد الفساد ينتشر كيفاش حتى شي مماشي كيفاش الحرائق موجودة في البلاد كيفاش اين نحن فين فين نعنى في بلاتوات ونعنى فين فين ماشيين فين اكتسمى كل يوم هاو هاو الحريقة في هنشير هاو حرقنا فابونا تاترا هاو عملنا كذا سحين هذي لكن اللي شكيت بهم اه اه سالح لا انا سمعني اه لا انا الشكوى لما شقدمها اه معايا مجموعة من المواطنين مش واحدة بهمت هي بالناس مش بالناس الى رفعو تحت تحت قبة ايه التلاف الكرامة معناها نقولوا ايه التلاف الكرامة الناس ولا همشو معاهم ونس اذ اما عندهما حصانه اه والنائبة اللي هيا قالت راه كيف 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 كيما ترفعوه الاري التصور التبتاع بورجيبوا هما عندهم الحاق ما شرفو رئيس كي بورجيبه كيف رئيس أجنبي هو زادة سي صالح معناها زادة يزمنا تتاجر بصورة الزعيم بورقيبة معناها ما بيكون نحن حطينا وقت تحطط صورة الشهيد الابراهمي هذيك ما تكلم حد خاطر هذيك كان نائب ويمارس في معناها كيفاش نقوله كان في فرطة النيابية في المجلس وبعدش تم اختياله بطريقة الجبانة هذيك رئيس المصر بورقيبة رمز تحط تصويرته بمناسبة ما تحط تصويرته يوميا ثم الريكوبراسيون ألو تقصت المكلمة ألو نحاول قدش منزلت عنا دقيقة المكلمة تقصت وقت للدباس هن المكلمة تقصت ما لغزماء بيه ننذكر اللي يسي سالح شعيب اللي هو النائب المجلس السيسي دونك ما نقولوش كلمة سابق قرر يرفع دعوة قضائية ضد من رفعوا سورة محمد مرسي في مجلس نواب الشعب كانت هذه حلقة اليوم من تون سربة وعشرين موعدنا غدوية جدد من السبعة لثمانة كما كل يوم علي في محلة راديو تسبح على خير